وزي ما انت دلوقتي كنت بترحبي بماريم احنا حابين كمان طبعا نرحب بماريم زميلتنا العزيزة جدا الموجودة دلوقتي في جريدة الوطن عشان نتابع معها اهم الاخبار في الصحف والمواقع المختلفة ومعها لقاء مع الاستاذ محمد يحيى رئيس القسم الرياضي في جريدة الوطن ماريم صباح الفل والخير عليك ونورتي مكانك مرة تانية وحشتينا فعلا واحنا سمعينك طبعا وانت معاك اخبار كتير مهمة جدا شواء خاصة عن الدوري الانجليزي او المنتخب او محمد صلاح تفضل يا امان بصبح عليك يا نهواند بصبح عليك يا كريم وبصبح على كل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان طبعا بصبح على زميلتي العزيزة هنا ابو القاسم بشكركم جدا الله يسلمكم طبعا وحب بشكركم بشكل خاص يا نهواند ويا كريم يمكن على وجودكم جنبي طوال الفترة الماضية وطبعا عايز اقولكم كل سنة وانطيبين وكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي طيبين وبخير ان شاء الله يكون عام مليء بالسعادة والخير وان شاء الله كمان يكون عام 2022 يعني يكون هو من حظ الاهلي يكون مليء بالبطولات والالقاب للنادي الاهلي كالعادة اول جولة صحفية في العام الجديد من داخل صالة تحرير جريد الوطن وزي ما انت قلت طبعا يا نهواند هيكون معايا او بصحبتي في هذه الجولة لأستاذ محمد يحيى رئيس قسم رياضة بجريد الوطن ولكن خلينا نقول الاول العنوان اللي هكون معنا النهاردة العنوان الاول من المساء الرياضي كيراش يبدأ الجد في معسكر الفرعنة ومن موقع الوطن سبورت طبيب المنتخب بعد إصابة كلاب بكورونا محمد صلاح بخير وجاهز لأمم إفريقيا ومن موقع اليوم السابع قبل سيطرة الفرعنة تاريخ استحواذ غانا على كل ألقاب أمم إفريقيا وأخيرا العنوان اللي هيكون معنا النهاردة فيه جولتنا من صحيفة الشرق الأوسط منشاستر سيتي يتخطى أرسنل ويواصل تحليقه في الصدارة طبعا هنتناقش في كل هذه العنوان مع ضفنا العزيز جدا الأستاذ محمد يحيى رئيس قسم رياضة بجريد الوطن وصبح عليك في البداية كل سنون طيب ان شاء الله يكون عام جديد وسعيد عليك ان شاء الله كل سنون طيبين وأهلا بكم نوارين دائما صباح الخير على كل مجاهدين قناة الأهلي خلينا في البداية أستاذ محمد يعني نتكلم النهاردة يمكن السيطرة أو الاستحواذ هو عنوين المنتخب وطبعا تصفيات إفريقيا اللي هتبدأ ان شاء الله في الكاميران يوم 9 يناير اللي جاري وهتنتهي يوم 6 فبراير لو هنتكلم عن انطلاق معسكر المنتخب يعني النهاردة طبعا وانضمام المحترفين ايضا يمكن كيراش كنا شايفين حسابات خلال فترة المضاية هل يمكن تتغير الحسابات دي خلال الفترة المقبلة وان شاء الله بكرة كمان هينضم محمد صلاح وتريزي جيب بعد انضمام النهاردة المحترفين أحمد حجازي ومصطفى محمد ونيني يعني في البداية معسكر منتخب مصر لكاس الأمم الأفريقية بدأ الأول ثلاث يام كان معسكر مفتوح النهاردة هيبدأ المعسكر المغلق واللعابة المحترفين ان شاء الله ينضموا مرموش يمكن انضم أول واحد أول امبارح للمعسكر والنهاردة هيكتمل بعض اللاعبين وبكرة ان شاء الله محمد صلاح وتريزي جيب وانيني يكونوا موجودين مع المنتخب الوطني طبعا المنتخب المهمة مش سهلة قدام أفكاس الأمم الأفريقية والبداية هتكون صعبة قدام منتخب نيجيريا بنتمنى الحفاظ على القوام الأساسي لمنتخب مصر ربنا يحفظهم بس بعيدا عن الإصابات سواء بقى كورونا أو غيرها لأن شايفين منتخبات كثير بتعلن دلوقتي ان عدد من اللاعبين أصيبوا الكاميرون عندها أربع لعبين الجزائر عندها أربع ثلاث لعبين شوفنا بدر بنون مع منتخب المغرب تعرض لإصابة بفيروس كورونا فطبعا بنتمنى ربنا يحفظ لعبتنا ده على المستوى الطبي على المستوى الطبي كمان برضو نكمل عمر السلية يمكن فيه تفاقل كبير بأن عمر السلية يقدر أنه يكون موجود في المباراة الأولى قدام نيجيريا ويمكن دي مفاجأة كانت لكارلوس كيروش نفسه أن الجهاز الطبي بيأكد له سرعة استجابة عمر السلية للعلاج والجلسات العلاجية يمكن السلية نفسه بيعمل جهود كبيرة جدا عشان يلحق يكون موجود مع المنتخب الوطني إن شاء الله في كاس الأمم الأفريقية فيمكن دي على الناحية الطبية على الناحية الفنية طبعا كيروش بيحاول بقى يبدأ يشتغل مع المجموعة اللي معاه يمكن الغريب إنه هو منزلش التلاتة اللي ضموهم مؤخرا التدريبات اللي هم يعني مروان حمدي ومحمد حمدي طبعا كل اللعبة دي منزلتش التدريبات دلوقتي ومخليهم يعني هو مش عاوز يعمل زحمة في الملعب عايز 25 لعب بس جوة الملعب مش 28 حتى هو أضاف 3 لعبين للقايمة عشان بس لو يحتاج حد منهم في أثناء السفر إنه هو يستدعيه ولكن الخمسة وعشرين بس هما اللي بيتضربوا معاه عشان هو عاوز يقلل عدد اللاعبين اللي جوة الملعب يمكن فنيا منتخب مصر محتاج شوية تطور وانسجام لأن اللعيبة المحترفين ما كانوش موجودين مع اللعيبة الموجودة كانت في كاس العرب فبالتالي هيحتاج بعض الوقت للانسجام ويمكن ده موجود إن شاء الله نقدر يقدر منتخب مصر يوصل له قبل أول مباراة قدام منتخب نيجيريا اللي ستبقى يوم 11 إن شاء الله لو هنتكلم عن صابت يورجن كلاب طبعا المدير الفني لليفر بول وفكرة إن كان فيه يمكن إرباك الحسابات بعض الشيء عقب الإعلانة عن هذه الإصابة كان ممكن يحصل إيه لو لا قدر له محمد صلاح مش هينضم للمنتخب المعسكر الوطني غدا بس هو مبدئين هو لسه ليفر بول ما أعلنش التلاتة هو فيه ثلاث لعبين مصابين في ليفر بول عندهم فيروس كورونا مش هيلعبوا مباراة شلسي للمفروض النهاردة وبالإضافة كمان ليورجن كلوب ولكن التأكدات كلها من حتى الجهاز الطبي المنتخب مصر اللي طبعا تواصل مع محمد صلاح اللي اتمنى عليه إن محمد صلاح مش من الثلاث لعبين اللي عندهم فيروس كورونا فيه إشعاعات بتتكلم على أليسون بيكر فيه إشعاعات بتتكلم على فرمينيو ولكن حتى الإسم الثالث لم يتم التكاهن به ولكن كل التأكدات إن محمد صلاح يكون جاهز بالنسبة لمباراة شلسي النهاردة وبالتالي جاهز إن هو يكون مع منتخب مصر والنيني مباراة شفناه شارك في جزء من مباراة أرسنل ومنشستر سيتي فبالتالي لعبتنا الحمد لله صحيا كويسين وإن شاء الله يقدروا يحافظوا على نفسهم لأن الواضح زي ما قلت لحضرتك في الأول إن الإصابات في تزايد وإن المنتخبات نفسها لأن حتى الإجراءات الاحترازية بقت أقل قبل كده لما كان مثلا الأهل في كاس العالم للأندية كان فيه فقاعة طبية كانت البطولة كلها فقاعة طبية لما كانت كاس العالم للهندبول في مصر هنا كان فيه فقاعة طبية للحفاظ على اللعيبة وعلى الأجهزة الفنية وعلى البطولة بشكل عام ولكن ده دلوقتي مش موجود هم معتمدين على الوعي اللي الناس اكتسبته واللعيبة والأجهزة الفنية اكتسبته خلال الفترة اللي فاتت للحفاظ على نفسهم بعض الناس تعرضت لإصابات كان فيه احتفالات بالكريسمس واحتفالات بالنيويير فده يمكن عمل اختلاط شوية فده تسبب في زيادة الإصابات شفنا أكثر من مباراة في الدور الإنجليزي نفسه تتأجل بسبب زيادة إصابات الكورونا في بعض الفرق فبالتالي بنتمنى السلامة للاعبتنا ونطمن الناس على محمد صلاح انه هو بنسبة كبيرة الحمد لله مش ضمن التلاتة اللي عندهم كورونا او مش مخالط لي يورجين كلوب وان شاء الله نطمن عليه اكتر النهاردة الساعة ستة ونصف مباراة شلسي وليفربول ان شاء الله لو هنتكلم فيه تقرير مميز من اليوم السابع الحقيقة عن تاريخ استحواذ غانا على كل ألقاب أمم أفريقيا ده طبعا قبل سيطرة الفرعينة او يمكن مصر في المركز الأول بسبع ألقاب يمكن لو كان آخرها عام 2010 كان قبلها برضو في عقد من الزمان يعني كانت غانا مسيطرة بعض الشيء يعني يمكن بعد الرياضة المصرية اعتقد ان غانا ممكن يجي لان غانا من المنتخبات الكبيرة جدا في أفريقيا من المنتخبات القوية نجوم كبار جدا على مدار تاريخ غانا أهمهم طبعا عبادي بليه واحد من اللاعب المميزين جدا فطبعا منتخب غانا ليه تاريخ كبير ولكن في النهاية منتخب مصر هو الأكثر تتويجا بكأس الأمم الأفريقية سبع ألقاب منتخب غانا بيجي في المرتبة الثانية يمكن قبل الحقبة بتاعة الكابتن حسن شحاته في 2006 كنا متساويين مع غانا وقعدنا فترة متساويين مع غانا يمكن غانا على الرغم من امتلاكها لمجموعة مميزة من اللاعب دايما ولكن في الوقت الحالي مش قادرة أنها توصل لتحقيق بطولة حتى في 2010 لما كان عندهم الجيل التاريخي اللي حقق نتائج مميزة في كاس العالم ولكن ما قدرش أنه هو يحقق كاس الأمم الأفريقية مع أسموار جيان في ظل الجيل اللي كان موجود في منتخب مصر طبعا مع الكابتن حسن شحاته وحتى البطولة لما قيمت 2008 في غانا نفسها ما قدرتش أنها تحقق البطولة لو كانت السيطرة لمنتخب مصر غانا تاريخ كبير ولكن منتخب مصر في فترة اللي فاتت كان مسيطر بشكل أكبر وقدر أنه يوسع الفارق مع منتخب غانا عشان تبقى مصر سبع ألقاب وغانا أربع ألقاب وإن شاء الله منتخب مصر يقدر أنه يزود ده كمان في كاس الأمم الأفريقية اللي جاية لو ربنا وفقنا إن شاء الله وقدرنا نفوز بالبطولة في الكاميرو أخيرا لو هنتكلم سريعا عن البريمير ليج وطبعا يعني منشستر سيتي مقدم أداء يمكن أداء كبير جدا ويعني فوز متتالي أو انتصارات متتالية فيه آخر 11 مباراة ممكن نتكلم دلوقتي في حسابات البريمير ليج أنه منشستر سيتي يكون هو الفائز بلقب الدوري؟ يعني هو بنسبة كبيرة منشستر سيتي لأنه هو الأكثر سباتا والأكثر تحقيقا للفوز بس برضو خلينا نقول إن الفارق مش كبير ما بينه وما بين ليفربول وشالسي لسه قدامهم فرصة إنه هم ينفسوا معا على اللقب لسه بدري إحنا لسه بنتكلم في الجولة العشرين تقريبا فيه بنتكلم لسه فيه 14 جولة ما ندمنش هيحصل فيهم إيه لسه في لعيبة هتمشي هتروح كاس الأمم الأفريقية ولعيبة هترجع وفي ضغط مباريات لسه هيكون موجود عشان دي سنتكسل عالم برضو فبالتالي هيبقى في ضغط مباريات فهنشوف لسه هيحصل إيه ولكن برضو خلينا نقول إن فرق زي ليفربول وشالسي من فعشة التطمير لهم ولكن منشستر سيتي فريق كبير فريق قوي جورديولا عارفه وعاوز إيه وصل للهدف بتاعه لحد دلوقتي مبارح شايفينه في مبارات أرسنل بيقاتل لحد آخر دقيقة وقدر إن هو يكسب فبالتالي بنتكلم على فريق عارف هدفه وعارف إن هو نازل ياخد الدور الإنجليزي فما فيش هزار بدليل إن منشستر سيتي ما فيش نجم واحد هو نجم الفريق موجود أكتر من لعب مميز دي برايني وميحارز وفودن أكتر من لعب مميز ولكن في النهاية النجم بتاع الفريق هو الفريق نفسه محدش يقدر حتى في الفانتازي محدش بيقدر يحدد جورديولا هيعتمد العالمين لأنه بيخلي بيوصل اللعيبة إن الاحتياطي زي وزي الأساسي فبالتالي هنا بيبقى فريق منشستر سيتي عنده أكتر من لعب حتى لو تعرض لقصة كورونا عنده بودلة يقدروا جهزين بنفس كفاءة اللعب الأساسي اللي في الملعب يقدر يلعب بشكل كويس ويقدر بشكل كويس ويقدر يخليه حفظ له على صدارته للدور الإنجليزي ويمكن هي قصة الدوري في النفس الطويل وده المتوفر عند منشستر سيتي شكرا جدا أستاذ محمد يحي رئيس قسم رياضة بجريد الوطن نورتان وشرفتان كل سنوان طيب مراتان طيبة كل سنوان طيبة وموارين دايما وإن شاء الله سنة سعيدة على كل الشعب المصري بإذن الله شكرا لك دي طبعا كانت جولتنا الصحفية من داخل صالة تحرير جريد الوطن بشكركم جدا وبقول لكم مراتان يا كل سنوان طيبين وإن شاء الله يكون عام طبعا سعيد ومليان بكل الخير على كل مشاهدي قناة الأهل في كل مكان إن شاء الله يا ماريم وإحنا كمان نشكرك جدا على هذه التخطية ونشكر أكيد بالتالي ضيفك الكريم شكرا لك